في ظل إهمال حكومي للجوانب الصحية والتعليمية وغيرها وانعدام رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة فضلا عن غيرهم تتزايد حاجة الناس التي ربما تدفع مبدعيهم إلى الاعتماد على أنفسهم لسد الخلل الحاج محمد سعد دبين نجار من قضاء الكوت في محافظة وسطة يتبرع مجانا لعمل مقاعل دراسية وتجهيز الكثير بمدارس المحافظة بما تحتاجه من مستلزمات تعتمد في تصنيعها على الخشب حتى وصل علد المقاعل الدراسية التي صنعها إلى سبعة ألاف المبادرة قبل سنوات بعدها صارت المبادرة تصليح الرحلات مع المدارس والتبرع بأخشاب الرحلات للمدارس كاف والحمد لله والشكر يعني ما أريد أقول لك أنا وخواني ما أخلينها مدرسة ما تبرعنا لها بأخشاب الرحلات كل المدارس في محافظة تواصل مبادرة الحاج محمد لم تقتصر على المدارس وحسب بل شملت التبرع بأجهزة للعلاج الطبيعي الخاصة بالمعاقين في محافظته ومحافظات أخرى فسد الفراغ الذي خلفه الفساد المؤسساتي والفشل الإداري الحكومي الحمد لله والشكر قم تسوي ولدنا هنا بالمعمل وخواننا قم نصنع الأجهزة الطبية ونتبرع بيها للمستشفيات والأي واحد يعتاد أي شيء نحن لحد اللحظة ما نقصره يعني يسمعون العالم كله مو أقول لك محافظة تواصل قضاء الكوت المحافظة وأي محافظة وأي واحد أي مبادرة أي فكرة عدنا نصنعها عدنا ولدي هنا ما شاء الله ولدنا يعني ما يقصرهم نلخش الرسالة التي تنطوي عليها مبادرة الحاج محمد ربما لا يفهمها سياسي العراق اليوم لأنها رسالة إنسانية بعيدة عن الواد الذي يهمون فيه بالوقت المسؤول يسرق قوت الشعب ويسرق احتياجات الشعب لا مواطن ابن مدينة ومواطن نظيف ونزيه وكفو يتكفل بالمحافظة وبتجهيز الطلاب المدارس حقيقة هاي رسالة إنسانية كاملة الحكومة التي عجزت عن الوقوف موقف الحاج محمد وغيره من مبدعي العراق أو حتى دعمهم ستعجز أيضا عن شكره وشكر أمثاله ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله